23 عاما قضاها مواطن بلجيكي فيما ظنه الأطباء غيبوبة عميقة نجمة عن حادث خطير وبعد مضي هذه المدة تبين أن التشخيص الطبي كان خاطئا فقد كان رجل مدركا لكل ما حوله من دون أن يملك القدر على التعبير لأكثر من عقدين بقى روم هوب حبيس عالم الصمت بدأت قصته بعد تعرضه لحادث سيارة في ثمانينيات القرن الماضي كانت جروحه خطيرة بحيث أن الأطباء اعتقدوا بداية أنه في غيبوبة لكن الحال لم يكن كذلك فروم كان مشلولا ليس إلا وكان يدرك كل شيء حوله يرى ويسمع ويشعر لكنه لم يستطع أن يخبر أحدا لكن بوجود ممرضته أصبح له صوت ومن خلال لوحة المفاتيح استطاع أن يخبرني عن شعوره طوال هذه المدة لدى الآخرين آراء عني بينما كانت لدي أفكار خاصة لما يمكن أن أقوم به تعلمت أن أكون صبورا والآن في النهاية وصلنا إلى أسس مشتركة سمحت التقنيات الجديدة للخبراء بإجراء مسح لنشاط الدماغ عند روم ما أظهر أنه يعي ويدرك ما يجري حوله وأعربت والدته عن فرحتها بعودة ابنها يستطيع أن يتواصل معنا ويعبر عن ما يريد قوله يستطيع أن يتخذ قراراته الخاصة إنه متفائل ويريد أن يعيش حياته قدر الإمكان لقد قال لدي كيان ويعتقد أن حوالي 40% من ضحايا الغيبوبة أسيى تشخيصهم موسيقى